طاقة القراءة أنت في طاقة أنت في طاقة سيطرة على نفسك ولا تعبر عن مشاعرك أبدا واحتمال أنك متباعد عن الحبيب وقاطع معه بالكلام وإذا كان بينكما كلام فأنت تعامله ببرود وعدم اهتمام فاحتمال أن تكون في بيت واحد ومتزوجين ولكن الكلام بينكما مقطوع تماما أو أنك تخطبه بشكل بارد بالضرورة كيف ترى هذا الحبيب؟ ترى هذا الحبيب بأنه عفوي وروحه مريحة موهوب يحب المغامرات يأخذ الأمور ببساطة ولا يبالي بشيء في هذه الحياة فهو شخص بسيط لا يعقد الأمور الحبيب هو شخص جذاب جدا وجميل وهو مهتم بنفسه بنفسه وعمله أيضا هو في وضع رفض أيضا لأي مشاعر مشاعر حب لأنه قد تعرض لغيبة أمل ولا يريد أن يتعروض بالحب من جديد أجل لقد تعرض لموقف خسر به شيئا كان غاليا عليه ربما علاقة ربما مال ربما صداقة والأغلب هذه القراءة عاطفية ستكون ربما خسر حبيب أو تعرض لموقف مال معه الطاقة لهذه القراءة هي هذه الورقة ورقة الموت هذه التعنيم بأن هناك تغييرات تغييرات ممكن أن تكون إيجابية وممكن أن تكون سلبية فهذه التغييرات ستكون شاملة جذرية تغير مصير حياتك توقع هذه التغييرات عن قريب وإذا كان هناك أي تغييرات لا ترفضه تقبل هذا التغيير فهذه نصيحة أدارت لك تقبل هذا التغيير لأنه ليس بمصلحتك أن تعارض القدر الحبيب هو الحبيب مشاعره قوية جدا فاتح قلبه للحب وهو في طاقة استعداد لمصالحتك إذا كان بينكما خسام أما إذا كنتم في علاقة جديدة فهو ينوي أن يبدي حبه لك ويظهر مشاعره نحوك وهو إنسان طيب وعاطفي جدا إذا هناك فرصة للعزاب بهذه القدارة مشاعرك تجاه الحبيب أنت تشعر بأن الحبيب غير متوازن في مشاعره وتشعر بأنه بحاجة إلى إعادة ضبط النفس والهدوء والتوازن والصبر وأن يكون أكثر مرونة بالتعامل معك فربما أنه قاسي معك لا يعبر لك عن مشاعره وأنت تشعر بهذا أنت تحبه أكثر ربما هو يحبك أيضا ولكن لا يعبر لك عن مشاعره هذه مشاعره نعم إنه يحبك كثيرا هو إنسان عطوف بطبعه وهذه ملكة المشاعر فما شاعره تجاهك يشعر بأنك أنت ما يتمنيه وما يرغب وعنده مشاعر قوية جدا تجاهك فهو يراك الزوج المثالي ويراك إنسان حساس وحكيم وناضش ما نواي هذا الحبيب؟ هو يريد أن يبقي نفسه مسيطر على مشاعره تجاهك ولا يظهر لك أي مشاعر والعلاقة ستكون بينكما تواصل روحي في هذه الفترة أما خطوته القادمة هو ما يزال يحمل مشاعر سلبية من جراء ما حدث معه في الماضي احتمال بأنكما كنتما في خصام أو حصل بينكما شيئا معين أو أنه تعرض لعلاقة سابقة ما زالك مسيطر على مشاعره وهو ما زال حتى الآن يحمل مشاعر سلبية من العلاقة العاطفية الماضية ولا ينوي على أخذ أي خطوة في الوقت الحاضر فهو يحتاج إلى فترة تباعد وشفاء إذن انتظره أنا أرى بأن هذه العلاقة فيها أمل كبير لأنه هو يحبك ولكن يحتاج إلى وقت لكي يحصل على شفاء من أشياء مرت معه في السابق هذا الكاهن يدل على أن مصير هذه العلاقة هو الزواج ولكن أنا أرى بأن هذا الزواج لن يحصل قريبا هو يحتاج إلى فترة فهو ما زال يحمل مشاعر سلبية كما قلت من أشياء مرت معه في السابق يريد الاستشفاء والسيطرة على نفسه عدم إظهار مشاعره تجاهك وفي النهاية هو ينوي أو خطوته القادمة في الأيام المقبلة إن شاء الله حتى ثلاثة أشهر من هذه القراءة هو ينوي الزواج هو ستحصل بينكما في هذه العلاقة علاقة زواج وإحتمال بأن هنا هذه الورقة وهذه الورقة تدل على أن هناك تغييرات جذرية قادمة بطريقة إليك هذا يعني احتمال بأن هذه التغييرات الجذرية هي الزواج ولكن أنا أرى بأن الوقت لم يحن بعد هو يحتاج قليلا من الوقت نصيحة هذه القراءة حاول دفاع نفسك إذا كنت تشعر بالظلم وأشرح له وجهة نظرك وأظهر له بأنك ما زلت متمسك به وإن كنت تشعر بأنه هو المظلوم أعتذر منه وحاول توضيح وجهة نظرك وأنك كنت لم تقصد أي إثاءة بالنسبة له وأظهر له بأنك ما زلت متمسك به ولكن لا تقيد العلاقة لا تعود كما كانت لا تعود معه بالعلاقة كما كان في السابق ابقي حدود صحية بينك وبينه لا تتقرب منه كثيرا فقط ابدي اهتمامك ووضح وجهة نظرك وتركه ولا تضغط عليه بالاتصالات والرسائل ابقي نفسك بعيد عنه قليلا وهو بعد فترة سيعود لوحده ليطلب منك الزواج شكرا لكم بر الميزان على هذه القراءة على هذه المتابعة وأرجو أن أراكم في فيديو قادم إن شاء الله شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم